هذه الظواهر المناخية المتطرفة والرياح والرياح وموجات الرياح إلى شكل رئيسي إلى ظاهرة أو الآثار السلبية لظاهرة تغيرات المناخية كما نخفى عليكم فإن مختلف مناطق العالم هي بصدد تحت تأثير هذه الظواهر وكما أن الفريق الحكومي الدولي المعني بظاهرة تغيرات المناخ في مختلف تقاريره ومختلف الدراسات يؤكد على أن التغير المناخي وأثاره السلبية آخذة في التصعد سيدتي ظاهرة تغير المناخ تسبب مسبباتها الرئيسية هي بصفة خاصة النشاط البشري والناتر الذي يؤدي إلى إنبعاثات الغازات الدافئة وتراكم هذه الغازات الدافئة في الغلاف الجوي يؤدي إلى رفع درجة حرارة الغلاف الجوي كما يمنعه من تشتت الهواء الدافئ وخلق مناطق ركود مما يطيل من آمد وعمر هذه موجات الحر التي تتسبب في موجات تؤدي إلى موجات جفاف وتساقط في الأمطار كل هذا يؤثر بصفة عامة على الغطاء النباتي وتدهور الأراضي وبالتالي فإن الرياح قادرة على نقل هذه الأطربة المتطايرة وإلى مسافات جد بعيدة يمكن أن تمس شمال الوطن وحتى تمس دول أوروبية ودول أخرى كانت في القريب في منأة عن هذه الظواع الجزائر أو دول حوض البحر الأبيض المتوسط الجزائر بصفة خاصة هي تاريخيا غير مسؤولة عن ظاهرة تغيير المناخ ولكن هي الأكثر تضرراً وهذا رجع إلى موقعها الجغرافي وكذلك نلاحظ أن الدول المسؤولة تاريخياً عن ظاهرة الاحتباس الحراري ألا وهي الدول المصنعة والدول المتقدمة هي الأقل تضرراً والأكثر تسبباً ولو الدول الغير مسؤولة تاريخياً هي الأكثر تضرراً هنا ينتج على أن ظاهرة تغيير المناخ أو ظاهرة غير عادلة يعني الدول التاريخياً الأقل مسؤولية وهي الأكثر تضرراً يعني ظاهرة تمس كافة أقطار العالم ولكن تتفوت من منطقة إلى أخرى شدة الآثار السلبية وارتفاع درجة الحرارة يعني تتفوت من منطقة إلى أخرى ترجمة نانسي قنقر